ختاما معك بكلمات لو سمحت سيد رمضان إذا ما ذكرت بأن المواقف الأوروبية مشكوك بأمرها إذن من يوقف بوتين؟ من يوقف بوتين أولا هو الشراسة المقاومة الأوكرانية وقلب المعادلة ولكن الأهم هو الشعب الروسي شكرا مدير شبكة الورتس للدراسات السيد أرادغ رمضان من كييف وأنتقل مرة أخرى لك دكتور ناصر هناك المدوب الروسي قبل قليل لدى المهم المتحد يقول سنوقف الحرب حينما يتم تحقيق أهداف العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا مستمرون الروس في أهدافهم عندما نقول أنهم قد خسروا قد مدت هذه الحرب وروسيا تقول أنها مستمرة ومستمرة حتى تحقيق هذه الهداف من الذي سيخسر في نهاية الأمر مع مواقف السياسية والتصريحات الرسمية لأوكرانيا وحتى لروسيا والمواقف الغربية نعم لا أعتقد من المبكرة القول بأن روسيا خسرت ولكن هي بدأت طريق الخسارة إذا صح التعبير هو الطريق نفسه الذي يسلكه معظم من خسر في مثل الحروب الكبيرة وهي طريق استخدام القوة وغراءات استخدام القوة والإحساس بأنه لديك خصم أضعف منك لكن المشكلة تحدث عندما يكون هذا الخصم غير راغب أو غير قابل بإعلان الهزيمة لن يمكن أن تحقق الانتصار إلا إذا اعترف خصمك بأنك أنت انتصرت ويعلن الهزيمة آنذاك ممكن أن تقول بأنه حصل انتصار فبالتالي بوتين يلهث من أجل الوصول لهذه الكلمة وهي كلمة الانتصار وفي سبيل هذا اللهاث هو يخسر شيئاً فشيئاً حتى نصل إلى نقطة الخسارة طبعاً نقطة الخسارة في هذه الحالة ستكون مؤلمة ستكون قاسية للجميع وأولهم الشعب الأوكراني طبعاً ولكن هذا خيار الشعب الأوكراني أنه هو من يقاوم من يريد أن يظل أن يقاوم ويرفض أن يستسلم أو يسقط فريسة للهيمنة تومس فريدمان الكاتب الأمريكي يقول إما هزيمة في الوقت الراهن لبوتين وخسار قريلة إما هزيمة ما بعد وخسار أكبر إذن على كل حالتين هزيمة وبالتالي أيضاً هناك في مسألة إذا ما حوصر بوتين في الزاوية ماذا تتوقعنا يفعل هذا الرئيس الذي اشتاح اليوم أوكرانيا وضرب في عرض الحائط كل القوانين الدولية نعم كما قال ضيفك طريق الندامة أو طريق الخسرى من الخذلان من الصعب أن تجد فيه حكام يتصفون بهذا المنطقة والعقلانية لا ننسى أن الحكام عندما يكونون محاطين بمؤسسات تجبرهم على اتخاذ قرارات عقلانية كما يحدث في أي أنظمة ديمقراطية يكونون مجبرين على الاعتراف بالهزيمة والخروج منها لأنه هذه هي رغبة مؤسسة بأكملها إرادة مؤسسة كما حصل بالنسبة لبوش في قرار الانسحاب من العراق أو كما حدث لبايدن في قرار الانسحاب من أفغانستان أو إلى آخره هناك مؤسسة ديمقراطية تقول كافي لحدنا عندما يكون هناك حاكم لوحده يتخذ القرار لوحده أجد من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن يكون هذا الحاكم يملك العقلانية لوحده لكي يقرر مثل ما قال فريدمن الخيارات الأكثر منطقية يعني لو الآن بوتن قرر الانسحاب من أوكرانيا سيكون قد أوقف سيل الخسائر والهزائم الكبيرة لكن لا يوجد تفكير مثل هذا هو التفكير الذي يكون في ذهن أي حاكم ديكتاتور هو أني أستمر وأرمي مزيد من الخسائر ثم سأنتصر وأصبح قائدا عظيما وإلى آخر اشتركوا في القناة